ازايكم يا مواليد برج الجادي يا رب تكونوا بخير توقع برج الجادي ليوم السبت 4 فبراير شباط 2023 بالنسبة لك النهار دا يا جادي هتكون في حالة مزاجية حلوة جدا فيها شوية حزم لكن مش هيكون في اي حاجة ممكن تبقى متعرضك انك تخاف او حتى تهاب شخص بعينه النهار دا انت في حالة خطر شوية من انك تظهر بسبب انانيتك اللي ممكن تبقى اكتر من اللازم في الفترة دي واللي انت اصلا مش محتاجها هتحتاج بس تسترخي شوية تتبطق شوية في افكارك تفكر بشكل مثالي عشان تعرف تتخطى اليوم دا بقى اقل الخسائر في مماطلة عندك في يومك يا جادي لكنها ممكن تبقى للأسف مش حكيمة لك في شغل مباشر هتشتغله هتشتغل فيه بشكل كويس جدا ويعتبر افضل بالنسبة لك عن اي وقت كان قبل كده بالنسبة لك عاطفيا النهار دا بسلك العليا حلوة جدا وعالية جدا لدرجة كبيرة هتبتدي تحس من خلالها بانك طاير حتى من الفرحة هيكون حلوة جدا لو حبيت تركز اكتر فانك تبني جسور حلوة بينك وبين الواقع عشان تعرف توصل لها يكون عندك انفتاح اكتر على حاجات كتيرة ممكن تبقى انت حابب تعيشها بس خلي عندك سنة انك ما يتخيبش املك في الاحلام الزيادة عن اللزوم بالنسبة لك نهريا النهار دا هتبتدي تحس بدوافع كتيرة جديدة دا كلها هيدي لك فرصة انك تمشي صح في الاتجاه اللي انت مفروض تمشي فيه هتتبع بس كل الغرائز اللي عندك اللي بتعتبر حتى خاصة بالنسبة لك كل الشغل النهار دا هيكون فيه شوية حزر في اللي بيتقال لك من رؤسائك في الشغل اللي لازم تاخده بعين الاعتبار خليك صريح اكتر في اي مقابلة انت بتعملها هتستبرف انك ما تتسبش الوضع زي ما هو ويتحاول تطور من نفسك اكتر بالنسبة لك النهار دا يا جدي توقعت العشرية الاولى موليد 22 نيساندر ل2 يناير هتبتدي توظف نفسك بشكل مثالي فيه طموح عندك فيه تفاصيل كتير حلوة فيها مهارات فيها تخطيط فيها تنظيم افضل من اي وقت افعلك النهار دا كلها بتميل لاحساس حلو فيه فترة فيه تنوع فيه تصحيح لاخطاء كانت قديمة قبل كده هتبتدي تمارس تأثير حلو معني جدا في كل محيطك هتبتدي يشوفه بشكل حلو وواضح بالنسبة لك النهار دا يا جدي توقعت العشرية التانية موليد 3 يناير ل11 يناير عندك تغيير في الجو اللي عندك في الشغل النهار دا فيه مشاريع كتيرة كبيرة على جدول كل اعمالك فما تترددش في انك تتحمل كل دا فيه شوية مخاطرة محسوبة بالنسبة لك هتبتدي تحسها اكتر بالنسبة لك النهار دا يا جدي توقعت العشرية التالتة موليد 12 يناير ل20 يناير النهار دا عندك فرصة حلوة تقوي بيها كل علاقاتك العاطفية تأمن بيها نفسك في اصول المالية اللي عندك بالاضافة لكل دا هيكون عندك شوية جشع شوية شهوة في نظام وكيل الغذائي النهار دا فيه حاجات مش مفروض تاكلها للأسف هتبقى ضعيف تجاهها وتضطر تاكلها دي كل توقعات برج الجدي ليوم السبت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش انتو مستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بديد معي ترجمة نانسي قنقر